تصعيد خطير تفاصيل أول لقاء مصري سوداني بعد بدي إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة بعد ساعات قليلة من بدي إثيوبيا الملء الثاني لبحيرة سد النهضة التقى وزير الخارجية المصرية سامح شكري في نيويورك بنظرته السودانية مريم الصادق المهدي في إطار تنصيق المشترك للإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة وقبل ساعات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد الميتوري كان قد طلق خطابا رسميا من نظيره الإثيوبيا يفيد ببدي إثيوبيا في عملية الملء الثاني للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبية وفي هذا الإطار التقى رئيس الدبلوماسية المصرية سامح شكري بالمندوبين الدائمين وممثل عدد من الدول الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن وهم إستونيا وإيرلندا والمكسيك والنرويج وهذا في إطار الجهود المستمرة لعرض الموقف المصري تخضيرا لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة وعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظرته سودانية مريم صادق المهدي عن رفضهم القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة لأنه يمثل مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015 وقالت الخارجية المصرية إن الوزيرين انتقيا في نيويورك لمواصلة التنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتين مصب من أدرار هذا المشروع على مصر والسودان وأكد الوزيران أن الملء الثاني يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود فضلا عما تمثل هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوئينية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتين مصب وعدم اكترافها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الوحدي للسد وفي هذا الإطار ذكرت وزارة الرئي المصرية أن وزير الرئي المصرية قام بتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي لاختاره برفض مصر القاطع للإجراء الوحدي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ وأكدت وزارة الرئي المصرية أن الملء الثاني لسد النهضة يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات وموافق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإدرار بها وأضافت وزارة الرئي المصرية أن وزارة الخارجية قامت كذلك بإرسال خطاب من وزير الرئي الموجه إلى الوزير الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لأحاطة المجلس والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس المقبل بخصوص تطور خطير وقالت الوزارة إن الموقف الإثيوبي يكشف مجددا عن سؤينية أديس بابا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحدية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتين مصب وأشارت إلى أن هذا الأمر سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين اليقليمي والدولي وبعد اختار إثيوبيا رسميا لوزارة الرأي المصرية ببدء الملء الثاني لسد النهضة أفادت مصادر بتحركات مصرية خلال الساعات القادمة وأكدت المصادر أن مصر تقيم الوضع بشكل كامل وتدرس خيارات الرد بعد إعلان إثيوبيا الملء الثاني رسميا وكذلك تجري القاهرة اتصالات مع السودان لتوحيد المواقف كما تجري اتصالات لتوسيع دائرة التنصيق مع دوائر صناعة القرار في أمريكا وشددت المصادر على أن مصر سوف تتحرك بشكل أكبر قبل جلسة مجلس الأمن المقرر يوم الثامن من يوليو وفي وقت سابق أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى مال نهاية وذكر في تصريحات على هامش مراسم افتتاح قاعدة الثالث من يوليو البحرية أن مصر تسعى لتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم تبقى للأعراف والثوابت الدولية مؤكدا أنها تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة أن لا تكون التنمية على حساب الآخرين وأشر الرئيس السيسي إلى أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021 موجها الشكر للدول الصديقة والدول التي تبدل جهودا للوساطة في هذه الأزمة واستنادا إلى ما سبق تقوم مصر والسودان بحملة دبلوماسية من أجل توصل الاتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل السد لكن المحادثات دخلت في طريق مسدود بشكل متكرر وتصعدت الحملة الدبلوماسية المصرية السودانية قبل الملء الأول للسد مع هطول أمطار الصيف الماضي في إثيوبيا وتصعدت مرة أخرى في الفترة الحالية مع بدء إثيوبيا الملء الثامي لبحيرة سد النهضة ومن جهة أخرى دعا رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد مختلف دول العالم إلى الاعتراف بالنية الحقيقية لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال رده على الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس النواب حول مختلف القضايا الجارية في البلاد إنه يضوء الدول إلى إدراك أن إثيوبيا ليس لديها نية لإذاء الآخرين سوى تلبية احتياجاتها من الطاقة وأضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن الشيء الوحيد الذي تريده إثيوبيا هو تلبية طلب البلاد على الكهرباء دون تشكيل تهديد على دول المصب مشيرا إلى أن مصلحة إثيوبيا هنا هي فقط تلبية طلب البلاد على الكهرباء وتقليل مخاوف السودان والمصر وتحقيق السلام الدائم والازدهار لمنطقتنا وقال رئيس الوزراء إن زراعة مليارات الشتلات في إثيوبيا والسودان ومصر يمكن أن تكون سببا للحصول على مياه أكثر مما تحصل عليه بالفعل وتابع أبي أحمد أن مبادرتنا الخضراء ستساعد على زيادة كمية الأمطار والمياه وكذلك تقليل الفاقد المائي الذي يمكن أن يضمن الأمن المائي لنا وللآخرين في المنطقة ونريد فقط السلام والازدهار نحن على استعداد لريادة مصارات جديدة والعمل معا وفي هذا الصدد قال أبي أحمد إن دول العالم يجب أن تدرك حقيقة أن إثيوبيا ليس لديها نية لإذاء الآخرين بل تطمح بدلا من ذلك إلى تنمية مشتركة بالتعاون كما خث الدول على بذل الجهود لإيجاد حل دائم للقضية من أجل الشروع في مصار جديد للتنمية دون إضاعة الوقت ترجمة نانسي قنقر